السلام عليكم إخواني وخواتي مرحبا بكم مرة أخرى في هذه القناة إذن مع جريدة لابانكوارديا فطبعا في الأيام الأخيرة كنا شفنا واحد عاصفة سياسية تلس ما بين المعارضة وما بين أعضاء الحكومة في البرلمان بسبب التقرير الذي كان يعده الحرس المدني بعمر من قاضية التحقيق بالبحث في علاقة عندما سمحت الدولة بالخروج يوم 8 مارس تلك المظاهرات التي رخصت لها والتي طبعا سببت الكثير من القيل والقال حول أنها كانت سبب في انتشار كورونا فيروس المسبب لكوفيد-19 في إسبانيا إذن طبعا قرباء لا نيضة في السجل أو في الساحة السياسية ما بين طبعا الغرماء السياسية فالآن اليوم طبعا تبعت طبعا إقالة رئيس جهاز الحرس المدني في مادريد والذي تبع استقالة الرجل الثاني في الجهاز اليوم تمت إقالة الرجل الثالث في جهاز ورية سبيل طبعا هذه المسألة لا تدعية كثيرة وستسيل كثير من الأقلام في الجرائد وفي المرابر إذن هذا طبعا لليوم الثالث تصدر الأخبار في إسبانيا هنا طبعا كان هناك تلحسون ما بين ناطقة باسم الحزب الشعبي الباي باي في البرلمان وبين بابلو جليوسيوس اللي هو نائب الرئيس طبعا استهزأ بالمتكلمة باسم الحزب في البرلمان الحزب الباي باي ونعتها بالمركيزة يعني أنها ليست من طبقة الكادحة فهي من طبقة الغنية وطبعا وردت عليه بأنه ابن إرهابي طبعا تلحسون قوي في البرلمان الإسباني هناك خبر طبعا حول الدعم الأوروبي في ناحية الاقتصادية فإسبانيا سوف تتسلم حسب هذا يعني المخطط حوالي 77 ألف مليون يورو ولكن ليست كلها ستكون ديون ولكن طبعا ستكون 77 ألف مليون على شكل مباشر بدون يعني ليست على شكل سلافيات ما يرجعوا له و 63 ألف مليون هذه ستكون على شكل طبعا كريدي توس دي البلان أوروبي دي ريكوبراتيون يعني سي يعني غدي تلتزم اسبانيا أنها ترجع لأنها غدي تكون على شكل سلافات بالنسبة طبعا مسألة مسألة الأموات فكان فيها القيل وقال اليوم فكان هناك لازل تخبط في عدد الوفية بسبب هذا الفيروس طبعا ظهرت على أن هناك حوالي 43 ألف حالة وفاة اللي كانت في هذا الشهور دي الكوفيد التعطاش أي بزيادة 53% على العام السابق وبالتالي اللي معترفين بها هي حوالي 27 ألف وبدع مئات لأن هذا تبتت بالتحليل أنه كانوا مصابين والبقية طبعا مشكوك في أمناهم ولكن من ناحية الرسمية ليس معترف بهم كضحايا للكوفيد التعطاش هناك خبر آخر على أن هناك ارتفاع ارتفاع مهم في عدد في عدد أموات إيطاليا تتجاوز المئة حالة وفاة بعد ثلاثة أيام يعني من انخفاض العدد أقل من مئة إذن إيطاليا طبعا إيطاليا دائما كانت هي المركز للتفشي الوباء في أوروبا خصصا منطقة لومباردية في إيطاليا جهة ميلانو فمسألة مقلقة لأن الآن نحن في الصيف والمفترض كانوا يقولون أن الحرارة يعني لا تساعد وتفشي المرض ولكن المهم طبعا هذا الارتفاع يأتي بعد أن كان هناك تخفيف مهم في حالة في حالة الحجر الصحي إيطاليا طلقت اللعب كانت هناك لقطات خصوصا للشباب 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 أعتدل للشباب والشباب الذين يعني ظهروا مظهر يعني لا مبالي لانتشار المرض وظهرت صور تظهرهم يعني بدون احترام مسافة قانونية خصوصا في المطاعم إذن ارتفاع في عدد الأموات 117 و 584 حالة حالة إصابة جديدة طبعا في اليوم السابق كانت يلا فقط 397 إذن هناك ارتفاع مهم وهذا يعني لا يبشر بالخير طبعا أن هذا المرض يعني يعني صعب أنك تحكم فيه على كل حل بالنسبة لدكتور سيمون طبعا هو المدير المدير يدي الأوبئة فهو يعني أثار قضية على أن ممكن أن طبعا هو قال إن إسبانيا نوسيا ديكتور نقونا سينكن ديك كايا ونبوسيبل البروت حد الآن ليست هناك أي إشارات على أن إسبانيا على أن في إسبانيا توجد بؤر جديدة ولكن طبعا اعترف على أن في بعض الأقاليم يعني يعني تمت أو يعني وجدت بعض التجمعات أو بعض الحالات اللي يجب البحث فيها طبعا هو اللي يريد طبعا أن يثير الرعب ولكن يقول على أن ممكن أن تكون هناك لوحدة بعض الحالات التي خصوصا في مدينة جيدة لا يريد طبعا حيث تم إيجاد حوالي 45 حالة يعني 45 كاسوس يعني ما شي تم إيجاد ولكن كانوا دازوا من 45 حالة إلى 142 حالة في أيام قليلة فقط كم منكم تذكروا على أن هذا المرض هذا بدأ حالة قليلة ولكن هو يبدأ حالة قليلة ومن بعد يرتفع ارتفاع الصاروخي كما يعني دلت عليه التجربة مع هذا المرض هذا إذن إيطاليا الحضر دائما إيطاليا فهي المرأة بالنسبة إسبانيا فتقريبا نفس الظروف نفس الحالات نفس يعني الباترون الذي لوحد في إيطاليا فهو يلاحظ في إسبانيا طبعا كان هناك طبعا مسألة على أن الدولة الإسبانية فهي في حالة طبعا حزن على الوفيات على ضحايا كورونا فيروس حزن طبعا رسمي حيث تم يعني كان هناك انتكاسة للأعلام الإسبانية في يعني في الإدارات الرسمية هنا خبار طبعا على أن كوريا يعني كوريا دل سور كوريا الجنوبية فقد سجلت ارتفاع في أدد الحالات في يعني في سهرين الأخ يعني الأخيرين مع وجود يعني بؤرتين كبيرتين لها للمرض لأن دائما المرض يستأثر بتتبع أو بالعنوين في العالم بأسره إذن شوفوا شيء أخبار أخرى طبعا هنا باقي هنا يعني المسألة دي البحث القضائي أو طبعا لي هو موجه ضد من دوبة الحكومة في مدريد حول سماح لمظاهرة 8 مارس فهناك سراع كبير في يمين يعني وسط الدولة فدائما حتى في وسط الدولة فهناك طبعا من يميل لأحزاب اليمين ومن يميل لأحزاب اليسار طبعا حتى داخل أجهزة الدولة إذن هنا مارلس كان وهو وزن الداخلة فهو يطلب طبعا هذا ما كنت أقوله الآن يطلب بأن الموظفين الموظفون يعني الذين هم مكلفون بالبحث القضائي أن يكون محايدين في مسألة 8 مارس أي أن لا ينحز إلى أي فريق من الأحزاب أو اليمينية أو اليسارية فقط أن يقوموا ببحث أن يكون محايد ونزي إذن طبعا الحزب البوكس فقد أعلن أن سيقوم برفع الدعوة ضد يعني مديرة الحرس المدني والسكرتاريو دالستادو الشيوريدا يعني كاتب كاتب الدولة للأمن لشؤون الأمن فطبعا فوكس ينتهز الفرصة دائما لمهاجمة الحكومة وأعضائها إذن مع المزيد من الأخبار إذن هنا خبر مهم بالنسبة لإقليم الباسك فالحكومة اتفقت مع الحزب الوطني الباسكي بيني وبي على أن يتم تمرير مسألة يعني الإنجريس ومينيمو أو سكادي فهما ستكلفون مسألة إعطاء المساعدة دي الحد الأدنى الحيوي الذي سيعطى في القريب العاجل ولكن هذا المسألة سوف تترك في هذه المنطقة طبعا للحكومة أو للحكومة الإقليمية المحلية إذن سوف نتابع إذن هنا بالنسبة في مسألة الهجرة وخبر دولي فطبعا تم القابل على 26 متهم في فرنسا وبلجيكا لطبعا مشاركتهم في وفاة 39 فيتنامي في يعني كانوا على متن شاحنة إذن هذه المسألة هذه طبعا دائما الهجرة السيرية فهي لديها ضحايا وضحايا لكن يعني من الحين إلى الآخر طبعا الناس التي يكونوا يعني يتاجرون بهذه الناس فيسقطون في يد العدالة طبعا مسألة الولايات المتحدة الأمريكية فنقترب أو اقترب إن لم نكن قد وصلنا إلى حوالي 100 ألف حالة وفاة بالفيروس ديالكورونا فيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا فانتشار الفيروس كما يقول العلماء فهو يهدد صناعة اللحوم ووصول يعني اللحوم إلى المتاجر وإلى الأسواق فهو يهدد يعني لكاظنات المنتارية ديال اللحوم إذن هذا مقاله المقال طبعا كان هناك واحد هنا في الولايات المتحدة على أن واحد المتهم يعني مات وهو يعني كان في قبضة واحد الشرطي أمريكي لضغط بدون رحمة على رقبة هذا يعني المتهم لكأنه هو طبعا من ذوي البشر السود والذي كان يطالب الشرطي بأن يرحمه لأنه لا يستطع التنفس ولكن تم تصوير هذا اللقطة التي أنا رأيتها اليوم يعني يعني يشرح كافية التعامل يعني قوات الشرطة مع الزنوش في أمريكا إذن سنكتفي بهذا القدر من الجولة أتمنى نكون استفدنا شوية من هذه العناوين هذه إلى اللقاء في فيديو مقبل ترجمة نانسي قنقر